وكأنه لم يرتوي بعد من دماء السوريين برغم مرور أكثر من 12 سنة من سفك هذه الدماء غرات جوية متواصلة منذ عدة أيام على مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي البلاد غرات يستخدم فيها نظام بشار الأسد قذائف يحرمها القانون الدولي الإنساني مثل النبالما الحارق والقنابل العنقودية الغارات التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى من المدنيين ويمثل الأطفال والنساء أكثر ضحاياها تأتي بحسب رواية مؤيدين نظام ردا على هجوم طائرات مسيرة على الكلية العسكرية في حمص قبل أيام والذي خلف بدوره عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين بيد أن ثمت أمورا أغفلتها تلك الرواية فهجوم الكلية العسكرية لم تتبناه أي تجهة كما أن النظام نفسه اكتفى باتهام ما وصفها بتنظيمات إرهابية بالمسؤولية عن الهجوم دون تسميتها في حين لم تستهدف غاراته منذ بدايتها سوى مساكن المدنيين العزل في المقابل فإن محللين يرون أن نظام الأسد هو المستفيد الأول من هجوم الكلية العسكرية إذ يصرف ذلك الأنظار عن فشله الذريعة إذا أما يجري في السويداء من احتجاجات شعبية متواصلة منذ أسابيع أو ربما يحاول الأسد وفق ما يراه خبراء عسكريون معارضون معالجة أزمته الداخلية مع داعميه بجمعهم حول معركة جديدة ينسون بها فشله وإخفاقاته الاقتصادية التي يعايشون مراراتها كطقس يومي هو ربما هروب إلى الأمام إذن ومغامرة عسكرية جديدة يمارس فيها نظام الأسد لعبته التي أدمنها لسنوات لعباء يقيد خلالها بقاءه حاكما لسوريا بإراقة المزيد من دماء الشعب السوري ترجمة نانسي قنقر